السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معي في فيديو جديد على القناة وكيف ما تشوفوا هنا في هذا الفيديو هذا اليوم جيبت لكم الجديد كيف ما عودتكم دائما بالنسبة ل هذه الموضيلات هذه الموضيلات خريفية خاصة بفصل الخريف للمحجبات كيف ما تشوفوا معي هنا موضيلات متنوعة كن تمنتنا الإعجاب كن هذه الموضيلات اللي كتشوفوا معايا كيجو بالألوان كن كذلك هاد النوعية دي الخراسة كيجو نصوم منصوم منصور كيف ما كتشوفوا معايا كذلك هاد الموضيلات دي الخراسة كيجو مع التنورة أو لمع السروع كيف ما كتلاحظوا هنا وما في那ال الصور هادو ولا في هذا الفيديو هذا نسبة الموضيلات لفصل الخريف يوجد موضيلات جديدة و عصرية تقوم بشكل جديد اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة في الملابس وخاصة بموضة محجبات بصفة عامة نسبة الفستين تسمعها في القناة يوجد موضيلات جديدة يوجد حزام مجددا الزق نفس الموضيل وكذلك اللون الأسود كيف تشاهدون معي البناس موضيلات متنوعة كذلك جداد هذا الموضيل يأتي موضيل سبور موضيل جديد يأتي مريح في اللبسة وكذلك البناس الذين يريدون هذا شيء تكون عملية الخراجات اليومية بالنسبة ل الأمهات كذلك الموضيل كيف تلاحظون معي الأزرق مفتوح وكذلك الأزرق مغلوق وكذلك الأزرق 3 بياس 2 بياس 2 بياس 2 بياس 1 بياس 1 بياس 4 بياس 5 بياس 5 بياس 1 بياس كما تشاهدون هنا كذلك يكون هذا الموضيل بالنسبة للشوميس الذين يأتي بالفصل الخريف يعني ما لابس الجين سواء كانت شوميس هيدا او للانسامبر او للفساتين جميع الألوان ديالهم كين الأزرق مفتوح كين الأزرق مغلوق كين الأسود كين الزيتي هذا الموضيل بالنسبة للفصل الخريف وكين كذلك لزنصم كيف ما شفتم معايا في اول الفيديو بالنسبة للفساتين كين هاد الموضيلات هادو اللي كي يجيو هيدا بالحزام كي يجيو مريحين كيف ما كتشوفو هنا يا من تحت كتجي الفصلة ديالهم على هاد الشكل هذا فيهم هاد البيج مغلوق وفيهم كذلك هاد الازرق بالنسبة لكمام مفصلة ديالهم عادية وفيهم هاد الموضيل فيهم حتى اللون الاسود فدائما الاسود كي يجي راقي البناس في اللبس ديالهم بالنسبة هاد الموضيل اللي كتشوفو معايا البناس في الفيديو هادو للمناسبات هذا فستان اللي كي يجيو هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفو بالنسبة هاد الموضيل اللي كتشاهدو معايا فستان اللي كي يجيو ججل ويناس الأبيض والأسود وفيهم حتى هاد الابيض كيف ما كتشوفو وفيهم حتى هاد اللون الزيتي وليموني كيف ما كتشوفو معايا كين هاد الباج كي يجيو هاد بلحزام هادو البناس كمين كي يجيو بلحزام بالنسبة للموضيل الموالي كين هاد الانسان بالفستان والفوقاني ديالهم كي يجيو على هاد الشكل هذا في كين الزيتي بلونكاسي والأسود وكين هاد الموضيلات هادو بالنسبة لطنورة والفوقاني دياله كي يجيو بالاكمام وكي يجيو بالحزام كيف ما كتشوفو فيهم هاد الالوان اللي كتشوفو معايا في الفيديو البنات موضيلات عصرية تنسيقات جديدة بالنسبة لفصل الخريف لسنة 2023 و2024 بالنسبة هاد الموضيل فستان اللي كي يجي طويل офصالة الكيمام بالنسبة لفصل الخريف الموضيل للبنات تنسيقات جديدة بالنسبة لفستان اللي تأتي بالحزام بالنسبة لفستان جديدة بالنسبة للموضيل فستان عصري فستان عصري فستان عصري فصل الخريف فصل الخريف فصل الخريف فصل الخريف فصل الخريف ونسبة للمعاطف القصير فصل الخريف وكدمة لكل واسعة يمكنكم انكم البناء سبور بحال هذا الموضيل كذلك هذا الموضيل يجيب طغيل و يجيب جياب الفصلة كيف تلاحظوا معي البنات و اكيد كين هاد الموضيلات هادو كيف تشوفوا معي البنات يجيب بياس فستان و الفقاني يجيب الحزام فيهم الاسود فيهم الغوز مغلوق فيهم احتى الزيتي في كين هاد الموضيل في الأبيض اسخة هنا هي مع الورنج كيجي راقي في اللبسة البنات كيف مكتشوفوا كين هاد الفستان هادو في الغوز فيهم هاد الاخضر ملكي و هاد الاحمر كذلك بالنسبة لي موضيل البنات ديال الخراسة اللي خرجوا تندانس هاد الموسم بالنسبة للفصل الخريف كين هاد الموضيل هادا اللي كيجي مجموع يفما كتشوفوا ملتحت و كيجي طويل ومستر هيدا للمحجبات بالنسبة لتناسق الألوان كيف ما كتشوفوا معي أفكار عديدة بالنسبة للموضيلات هادو بتنسيقات بالنسبة للألوان كذلك يمكن لكم أنكم تنسقوهم مع الصروة في اللون الأبيض كيف ما يمكن لكم أنكم تنسقوهم مع الصروة ديالجين وهنا يا حبيباتي انا نكون وصل لنهاية الفيديو كنتمنى لإعجاب ديالكم مع السلامة تلقاو في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة